تواصل المراكز الصحية في مختلف محافظات مملكة البحرين تقديم أشمل وأفضل الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين في ظل تطوير للخطط الاستراتيجية التي تضمن استمرارية تطور ونماء المنظومة الصحية وفق أفضل المعايير العالمية مع التقدم الملموس في حقل الرعاية الطبية فإن مملكة البحرين أولت وأعطت أبناء المجتمع البحريني اهتماما بالغا وبدأ ذلك جليا في إنشاء الكثير من المراكز الصحية وفق أحدث المواصفات العالمية في جميع مناطق مملكة البحرين فضلا عن وضع أفضل الخطط الاستراتيجية لتعزيز الصحة للجميع انطلاقا من نص الدستور الذي يكفل وسائل الوقاية والعلاج فهذا التطور في مختلف المراكز الصحية الموزعة على محافظات المملكة يدعو للفخر والاعتزاز لتوافر الكوادر الطبية المؤهلة والتغنيات الحديثة إلى جانب توافر الخدمات على مدار 24 ساعة بما يوفر التغطية الطبية المباشرة بجودة عالية رعى مركز يوسف انجينير الصحي مركز 24 ساعة يغطي المدينة وعالي ويغطي مجمعات وويد الموجودة المحيطة عندنا عندنا قسم الأسنان قسم الأشعة الصيدلية المختبر رعاية الصحة لأم والطفل عندنا التمريض عندنا الكاشم المبكر في المالعافة نحن من سنة 2020 لحد الحين صار عندنا جائحة كورونا واستطاعنا مركز يوسف انجينير الصحي أنه بالإضافة إلى استقبال المرضى وتقديم الخدمات بالإضافة إلى ذلك اللي هو التطعيم لأكبر شريحة ممكنة لسكان المنطقة يعني مملكة البحرين وضعت العديد من الاستراتيجيات في المراكز الصحية وأهمها الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والتي تهدف إلى إعطاء الخدمات العلاجية والوقاية للعائلة والمجتمع وذلك لضمان حصول المواطنين والمقيمين على الرعاية الصحية الشاملة طبعاً نحن في مركز حمد كونون نقدم الخدمات الصحية المتكاملة على مدار 24 ساعة تتوفر جميع الخدمات منها طبعاً الاستشارات الطبية للحالات الطارئة والحالات العادية عندنا قسم الرعاية اللي يعنى بصحة المرأة والتطعيم للأطفال والفحص الدوري ولدينا حين الحمد لله من شمسنا نفتح عندنا قسم العلاج الطبيعي في المركز التمريض طبعاً يقدم خدمات كبيرة منها خدمات المعالجة والتضميد كان لهم دور جداً كبير في وقت شائحة الكورونا لأن لهم دور في التطعيم لهم دور في التصنيفات وفي ذات الإطار فقد بذلت هذه المراكز الصحية جهوداً كبيرة في مواجهة جائحة كورونا منذ انتشار الجائحة العالمية في العالم حيث أحدثت العديد من التغيرات السريعة لمواكبة تداعيات كورونا كدورها في تطعيم المجتمع وتقديم الدعم للجهات الأخرى المعنية في ذلك مع حرصها الشديد على استمرارية تقديم الخدمات من خلال كافة مراكزها الصحية المتاحة بمختلف المناطق كوادر مؤهلة وتقنيات حديثة تستخدم بمختلف المراكز الصحية في مملكة البحرين ما يؤكد على حرصها على توفير خدمات متكاملة للجميع دون حاجة المراجع للجوء للمستشفيات إلا للضرورة القصوى وترك المجال لمن يحتاجون للرعاية والعناية أكثر طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر